استهتف سوقا شعبيا يوصف ببؤرة بيع المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية بنواكشوت إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة تصادر زهاء 20 طن من المواد منتهية الصلاحية بسوق بمقاطعات السبخة بولاية نواكشوت الغربية الوزارة قالت إن الفرق المكلفة بعمليات التفتيش صادرت الكمية المذكرة عقب زيارة مفاجئة للسوق المستهدف وذكر بيان الوزارة أن العملية سبقها تنسيق بين السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين في المقاطعة وكثيرا ما ينتقد مواطنون السوق ويصفونه بأحد بؤر بيع المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية مستطردين التأثيرات الصحية التي تخلفها تلك المواد لكن تجار بعض الأسواق المحلية ينفون الأخبار المتداولة بشأن انتهاء صلاحية بضائعهم أو تزويرها وما تفتأ منظمات ناشطة في مجال حماية المستهلك تدق ناقص الخطر وتحذر من بيع مواد منتهية الصلاحية والفاسدة على قارعة الطريق وفي الأسواق المحلية داخل نجيات المعنية إلى مصادرة تلك المواد ومراقبة أسواق العاصمة ويعش السوق وفق بعض الجمعيات الناشطة في المجال بمختلف أصناف المواد الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة ويبقى انتشار تلك المواد هاجسا يؤرق المستهلك الموريتاني إذ تشهد إقبالا من المستهلكين لتكلفتها الزهيدة إدارة حماية المستهلك وقمع الغش ما تفتأ تطلق حملات تشمل الأسواق المحلية بالعاصمة نواقشوت ينتج عنها إصدار حصيلة عملها الشهرية تارة ومصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية تارة أخرى